أساس الموضوع هو أن الفرق ما بين الإسلام والمسيحية في الصلاة في الصوم في العبادات أن المسيحية تقدم المؤمن يقدم عبادة لله من قلب عابد المسلم يقدم عبادة لله حتى يأخذ حسنات يقدر يروح بها على الجنة وفي فرق كبير جدا أن أخذ حسنات وبجمع حسنات وبين أننا بعبد الله من قلب نقي وهي دي النقطة اللي لمستني أنا واللي حسيت أننا وأنا بصلي زمان كانت مختلفة أنا وأنا بصلي زمان كنت بقدم فرض أنا مجبرة علي فرض لازم أقدمه خمس فروض يومية لازم أقدمهم غصبا عني مش بقدمهم بمزاجي علشان أحمي نفسي من نهار الجهنم عشان أخذ بيوم الحسنات فرق كبير جدا أننا أكون بقدم صلاة وصيام من قلب نقي قلب عابد قلب بيحب الله علشان يتقرب لي وعشان يعبده عشان يسمعه عشان يقترب إليه ويبقى فيه جو من العبادة القلب الساجد الأساس فيها وإن أنا أعمل شكل خارجي ملوش أي معنى لمجرد إن أنا أحمي نفسي من الذهاب إلي جهنم وأقول إيه لأنا بجمع حسناتك عشان أذهب إلي الجنة اشتركوا في القناة